لما بيحصل عند الشخص سعور أنه هو بالمقارنة دي هو بيعمل ايه؟ بيخلي شريك حياته حالة من حالات التبرير للأخطاء ودي بتبقى أخطر حاجة من أخطر حاجة ممكن تقع بالمقارنة أنه يحصل تبرير بسبب المقارنة لأنه بيقارن وشايف أنه بيعمل حاجة مفيدة للطرف الآخر يعني عاوز يقول له على فكرة أنا بفوائق من غفلتك وبحاول أن أجيك من تقصيرك بس هو بيعمل كده بيعمل دا كده بدأ من بارد ولما بيعمل معه كده هو بيحس أنه موجوع لأن الشخص اللي قدامه ده بيوجعه وهو مش حاسس به المقارنة عند الستات غير المقارنة عند الرجال الراجل لما يقارن بيعمل كده بسبب التقصير في بعض عمال المنزل مثلا فيجي يقول لمراته شوفي شوفي مرات أخويا بتعمل إيه وشوفي أختك بتعمل إيه أنت تعرفي والدتي كان بتعمل إيه معايا أو مثلا يكون عنده أسباب عاطفية فيقول لها مثلا أنا محتاج شوية اهتمام شوفي الستات بتعمل إيه مع أزواجها أنا ليه ما بشوفش منك نزلة الإعجاب اللي بشوفها في عينيون الستات التانية ولا ما بشوفش في عينيك الشوء ليه وساعات بتبقى أسباب تانية زي أسباب العلاقة بالأهل مثلا يقول لها شوفي مرات أخويا بتعمل أهل إزاي في زوجة بتهرب من فكرة المقارنة وعايزة تتكلم معاه عشان عاوزها يهتم بيها فتعمل له ايه؟ تقارنوا ما بين الرجالة تقول له شوف الرجالة التانية بتعمل إيه مع أزواجها شوف بيبصلها إزاي بأعجاب فأي عايزها يهتم بيها بدل ما تقول له اهتم بيها تقارنوا ما بينه وبين الرجالة التانية عشان هي عايزة تبقى حسة بالسعادة اللي بتحس بيها بعض الستات اللي بيظهر في عينيه وهي طبعا دخل الجواز بسقف عالي عاطفي عالي فتحاول بقدر الإمكان إن هي تدفعه إن هو يتعامل معها بعاطفة زيادة وخاصة بقى لما تيكي المسلسلات والسوشيال ميديا وخاصة في السوشيال ميديا تلاقي الناس حطين صورهم على صفحتهم ومحاقينين الصور اللي تخلي الناس كلها سقف توقعاتها يعلى في مسألة ماذا؟ في مسألة العاطفة وذوت اللي أنا بسميه المقارنات الألكترونية اللي في الناس بتنزل أحسن صورها فتخلي سقف الناس يعلى وهم عايزين العاطفة والشعور والاحتضان يكون بهذه الطريقة ولكن لما بينفصلوا بيشيروا صورهم كلها من على السوشيال ميديا وكأن الصور دي ما كانتش حقيقة كانت صور بس معمولة عشان الدعاية ولذلك مشكلة المقارنة الأساسية في الراجل والست هي أزمة البطل وأزمة الأميرة لما المرأة بتقارن حتى لو بتقارن جوزها بابوها فإيه اللي بيحصل؟ بيفقد معنا البطولة وده من أهم الحاجات اللي بيعملها محتاجها الراجل أو يقارنها بأمه فتفقد معنا الأميرة والملكة فتتحول إلى شيء أو رقم أو شيء ملوش قيمة مركون في البيت ترجمة نانسي قنقر